بعد سنوات من الفساد والمعاناة التي كان يعانيها المواطنون من تردي خدماته يعود العمل تدريجياً لمستشفى عطق العام سيما بعد أن عمل محافظ شبوى بن عديو على تغيير إدارته بكوادر شابة مؤهلة خلال السنوات الماضية أصبح هذا المستشفى شبه مهجور نظراً لتفاشي الفساد بحسب مصادر رسمية فلم يعد أحد يقصده إلا من حدة الظروف فالخدمات في هذا المشفى ظلت طيلة سنوات رديئة وأصبح كابوساً يؤرق الكثير من الأسر والله فيها عناية ممتازة من حيث العناية الناس بدلت في المستشفى الخاصة ولقعوا إلى المستشفى هذا يعتبر المستشفى خاصة يعني الآن فيها عناية وفيها نظافة زي المستشفى الخاصة وأحسن من ذلك تقول الإدارة الجديدة إنها تعمل بكادر مؤهل وعملت على إعادة نور إليه من خلال محاربة الفساد وترميم العديد من الأقسام في وقت قصير بغيت تقديم خدمات متكاملة لمرتدية على مدار الأربع وعشرين ساعة نحن نحسن الوضع الصحي المواطن ونحسن خدمات حق المواطن وشيثاً نحسن وضع العمل الصحي بحيث أنه يقوم بأداء عمله على أكمل وجه وبإذن الله ستكون هناك مخيمات في القريب العاجل بين حين وآخر في التخصصات الناترة وسيت التطور المستشفى بشكل أكبر وستطيع الأمور السابقة من فساد ومن أخطاء إدارية أو فنية الكثير من الأقسام الطبية تم افتتاحها هنا لعل أبرزها غرفة الإنعاش المجهزة بأحدث الأجهزة والتقن الطبي الخاص إضافة إلى العيادات بحلتها الجديدة مما جعل المستشفى قبلة لمئات المواطنين في ظل عزوف واضح للمستشفيات الخاصة بعد أن وجدوا ضلتهم في هذا المستشفى